اشتركوا في القناة 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 اليوم الاربعة تسعة تموز يوليو اشتركوا في القناة 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 اليوم تقدر تمضي شرط انك تكون واضح جدا بشغلك بيبقى المولود الاكثر حظا يلي عنده حظ اكثر من غيره هو مولود تسعة لأربعة عشر حزيران يونيو بننتقل لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان الجو اليوم انا بعتبره جيد صحيح الامر بطل ببرش صديق لك لكن هيدا نهار بيعطيك فرصة لتقدم شي جديد بحياتك اليومية والروتينية بداية لصفحة يمكن هواية جديدة بحياتك ترفيهية بحياتك اجتماعية ايضا بحياتك الصحية في خطوة لازم تاخدها الا علاقة بتحسين اوضاعك اليومية وغيره بعد موليد ببرش السرطان عندهم بداية لعمل جديد بين اليوم وبكرة وبعده الاكثر حظا 21 و 22 تموز يوليو ننتقل لبرش الاسد فسحة امل بانتظار مولود ببرش الاسد ضمن هالفترة الصعبة اللي عم تمرؤ فيها اللي صارلك تقريبا حوالي العشر تييم ما كتير عارف حالك وينك في حال الضياع اليوم في انفراج اليوم في فسحة امل اليوم في مصالحة واليوم في تقدم هيدا نهار بتقول فيه انه خيها الغيمي او هالافكار السوداء راحوا وصاروا على جنب نهار حلو للمصالحات العائلية وايضا العاطفية تمانية تسعة قابة وسطس انت الاكثر حظا ننتقل لبرش العذراء حلو اليوم مولود ببرش العذراء تكون مع اهلك ومع عائلتك واحبائك ومع الناس اللي بتعرفون بالشغل هيدا نهار يمكن تكون شوي مودي فيه طباعك شوي متقلبة عم تتشكى عم تتزمر الناس يمكن عم تضيق من نقك عم بتنق شوي زيادة عن لزوم يمكن معك حق لكن ننتبه دوزنا شوي نهار حلو تكون فيه اذا مع احبائك والناس اللي بتحبك الاكثر حظا رح بيكون اربع خمسة ايلول سبتمبر الاقل حظا النقاء اليوم شوي هو ثلاثين هو واحد وثلاثين باغسطس ننتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان نهار بيسمح لك تحكي وتفسر وتوضح وتعبر عن رأيك سواء كان رأيي دراسي مهني شو ما كان اليوم عندك قدرات فكرية وجسدية كتير كبيرة وكتير واضحة تسمح لمولوبرش الميزان انه يكون محور اي مفاوضات او محور اي بحث فما تستقل بحالك ابدا على الاطلاق لكن ضروري كتير تنتبه من السرعة والمجازة في اطلاقا او كليا اذا كنت من موليه 13-15 اكتوبر 2021 وبدو يضيف عليهم 16-18 اكتوبر 2021 بالدرجة الثانية ننتقل لبرش العقرب كل شي عم بتفكر فيه هو كيف بدك تردد دين كيف بدك تدفع كيف بدك تقبض في عملية حسابات هناك تقييم لشغلك لوضعك الحالي لسيما المادي بجميع الاحوال الفترة كتير ايجابية بتسمح لي موليه برش العقرب انه يضيفوا لما كسبهم مكسب اضافي فما تخاف حتى امتحاناتك مفروض تكون اليوم جيدة جدا بشكل خاص مولود 19-20 نوفمبر 20-20 الثاني ننتقل لبرش القوس لانه الامر ببرشك اليوم وبكرة مولود برش القوس بدك تضيف شي جديد لحياتك اليومية بهالسنة مولود برش القوس مش معقول ومش مسموح تبقى مطرحك تحسن بوضعك مبادرة خطوة قرار صفحة من الماضي بتطوية بتزدتها بترمية حان الوقت لتدخل شي جديد حان الوقت ايضا لحتى تخلص من مسألة منافعتك على الاطلاق بعد موليد برش القوس يلي ناطرين شي عالق مسألة عالقة من حلت في احتمال بين اليوم وبكرة تنحل الاكثر حفظا 12-15 ديسمبر كانون الاول منكمل مع برش الشادي نبهتك مبارح مولو برش الشادي اليوم هو من اسوأ ايام الشهر اليوم وبكرة لحتى ما اقول من اسوأ الايام بهيدي السنة الاجواء الصعبية الاجواء بخيلة معك الاجواء مرتتعطف معك بالعكس تشتغل ضدك هيدا نهار في تأخير في خيبة امل احسن شي بتعمل انك بتتخبب بتتضبضب بتبعد عن الاجواء وعن الصفوف الامامية الحزوز منا معك انتبه من البهدلي خاصة ثلاثة واربعة كانون التاني يناير من التالة برش الدلو مولود برش الدلو من افضل ايام لحتى تشتغل ضمن المجموعة ما تبقى لحالك اتعبت كتير بهاليومين اللي مرقوا كنت لحالك ممنوع كان حدا يتدخل اليوم فيك تطلب مساعدة اليوم نهار كتير حلو لحتى تتصالح مع شخص ما وتتحالف معه معلش حتى ولو كان خصمك هد النظر والانشط اللي ما بيهدى 11-12 شبهات فبراير اخر الابراج برش الحوت مولود برش الحوت بيعتبر هيدا نهار كتير امهم بحياتك المهنية انت تحت الاضواء ايضا بحياتك الاجتماعية ما تخاف من الضغط في ضغوط اجتماعية ومهنية وغيرها ما تخاف منه احتمال انه احد الاحباء يكون متطلب بحاجة لالك هو تعبين او في عنده مسألة بحاجة لمساعدة فكون عم بتساعد الاكثر حظا مولود 19-17-18-19 ادار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هيدا سنة بدك تشتغل فيها على ملف مهم الملف يكون دراسي جامعي او فيكون استشفائي او حتى فيكون قانوني ومالي هيدا سنة كتير مهمة اشتغل فيها على هالاساس اشتغل فيها حسب القانون فقط لغير تموز يوليو نوفمبر 22-23 عدار مارس اني افضل اشهر الى اللقاء بكرة ابراج جديدي باي باي كافية مع كل عنا والصباح وخانا نروح لعندة جورج لنشوف شو حركات أو الحركات يلي نحنا ألو ألو العودة بسلامتكم يا جماعة ألو سلمي ألو سلمي يعني الواحد بيخسر بس أنه معك حق 7 واحد يظهر بهالطريقة من المنبيان وهيدي حدد للمدى التاريخ البعضة للتبير وإنتو بلاد السامبا وإنتو اللي بتلعبوا فوتبول وإنتو مصطادفين المونديال حديدت وحيي ما قدرت نمت أنا مبارح من وراء شاكليك من وراء منظريك كيف كان إنتو عم تحضر الجيم حديدت كاف 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 أنا كمان بدي عزيك يعني يعني نحنا ضهرنا يا شاف بس مش هيك وهم بالجامعة الحلوة كنت بيرحي يا هبا آآ أكيد طبعا أصلا بيرحنا إحنا يعني مستفدنا غير بالجامعة الحلوة يعني اللي فرطت بقى التالت جول يلي فلت عالبيت بطلت بدي فيلم ع حدا من أصحابي بتصير عاكل حال كانت تكير متاقة وكان عبالي أرجع وآخدك يعني بعد يعني أنا فلت عالسادس جول يعني شي فلت حطه السابع جيت لأرجع آخدك أنا عاكل حال أنا بتشكر تليفونك بتشكر الإيد اللي عم تمديلي إياها وبتشكر لألك كمان أنا بقول دايما تبقى بحياتي يا هبا بالسرى والضرى إلهي أنا بديقول لها هبا أنه أنه مقلة دخلي بالسبور إطلاقا إطلاقا مين؟ هبا لأنه مبارح هبا ما كانت مباراة كرة قدم كانت كرة تسلي يا هبا صح كانت كرة تسلي إذا بتريدي كرة كرة تسلي المباراة اليوم اليوم المباراة عاكل حال شيف شادي وهبا أنا بتشكر دايما دايما حسن الضمير الحي اللي موجود إذا بالبرازيل بليز قربها أكتر عدينتي بدي التاني مايلي كمان الحرب ولا العار إذا زموا الشرف ولا العار الخسارة ولا العار والموت ولا العار صح تقدر آه أوكي عاكل حال نحنا كافيين وجوش أكيد رح يعطينا الحركات كمان جوش بحد خبركم أنه برازيلي كود ديفور وما كود ديفور وهيك بس أنه صفا يعني بس بدي أقول لها هبا ولا شيف شادي اللي كتير مبسوطين وعم بيشدوا ويقدوا كل النهار من مبارحة لليوم إنه عالقليلي وصلنا سامي دمي فينال ها عالقليلي بحب زكركم أما أنتو طلعتوا من قبل ما يطلعوا الضاو برا يال منشوف جوج ومنرجع لكم بعد شوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكتير كتير كتير بعيد وريوة عزحة السلامة بترجعنا بعد الإعلي باي